امان الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد اللهم صلى على محمد الشيعة بين واقع الأقلية وبين ثقافة الأقلية نقدم لهذا الحديث بنقطتين كمدخل الأولى أن المجتمعات البشرية الحديثة اليوم يندروا أن لا يكون فيها تنوعات بعض هذه المجتمعات البشرية فيها تنوع ديني مثلا العراق فيه مسلمون ويهود ومسيحيون هذا تنوع ديني وفيه أيضا تنوع مذهبي كما هو الحال في أكثر بلاد المسلمين يوجد فيه الشيعة ويوجد فيه سنة وفيه تنوع قومي أيضا يوجد فيه عرب وأكراد وفي بعض بلاد العرب الأخرى يوجد البربر والأمازيغ وهم قوميات أخرى غير عربية بعض المجتمعات فيها تنوع إثني وعنصري في أمريكا مثلا يوجد ذو الأصول الأفريقية السود ويوجد ذو الأصول الآسيوية مثل الصينيين ويوجد ذو الأصول الغربية هذا التنوع موجود في أكثر المجتمعات الحديثة ويندر أن يخلو مجتمع من هذه التنوعات وهذه حالة طبيعية جدا لأن هذه المجتمعات إنما تكونت على أساس مثلا عمل عسكري ضم فئة إلى فئة وجهة إلى جهة أخرى أو على أساس توافق سياسي أهلها البلد اتفقوا مع بلد آخر على أن يكونوا في ظل علم واحد وكيان سياسي واحد وهذه الحالة ليست حالة ناشذة أو شاذة أبدا بعض هذه التنوعات تكون أكثر وبعضها تكون أقل فينشأ مصطلح الأقلية والأكثرية بعض البلاد الإسلامية يكون الحجم الكمي للشيعة مثلا أكثر من غيرهم فيكون الشيعة أكثرية عددية بينما غيرهم يكونون أقلية عددية بعض البلاد الإسلامية الأخرى بالعكس يكون السنة أكثرية عددية وسائر الفرق الدينية أقلية من هذا المعنى وهذه كما قلنا حالة طبيعية توجد في كل الدنيا في كل العالم ما من مجتمع بشري حديث يخلو من هذه التنوعات خلي إيدك على أي دولة من هذه الدول سوف تجد فيها تنوع قومي أو تنوع ديني أو تنوع مذهبي أو ما شابه أي النقطة الأولى أن وجود الأقلية والأكثرية في أي مجتمع من المجتمعات أمر طبيعي ولا محذورة فيه هذا واحد النقطة الثانية أن القلة ليست منقصة والكثرة ليست مفخرة إذا بلد من البلدان كان فيه الشيعة أكثرية مثلا هذا ما يعطيهم فخر وإذا صاروا في بلد آخر أقلية لا يعد نقصا فيهم لا الأقلية منقصة ولا الأكثرية مفخرة لا الأكثرية يعني أنهم على حق ولا الأقلية يعني أنهم على باطل لا الأكثرية أفضل ولا الأقلية أفضل بما هي أقلية وبما هي أكثرية ولذلك إذا واحد مثلا إيجي قال إحنا في بلد أكثرية ولثم ماذا؟ لا يعني ذلك شيئا أبدا أن تكون من الأكثرية عندما يكون أداءك أداءا جيدا عملك عملا صالحا أنت تحوز على فخر باعتبار العمل الصالح لا باعتبارك من الأكثرية أو الأقلية فإذن القلة ليست نقصا والكثرة ليست فخرا إذا انتمى شخص إلى الأكثرية فذلك لا يبرر له أن يتفوق على غيره وأن يتقدم على غيره وأن يشعر بالافتخار بالنسبة إلى الآخرين وإذا أحد صار من الأقلية في أي بلد من البلدان فلا ينبغي أن يشعر أن هذا نقص وأن هذا عيب وأن عليه أن يقدم امتيازات لذلك الذي هو من الأكثرية بل ربما وجدنا في القرآن الكريم وفي الروايات شيء من ذنب الأكثرية ومدح الأقلية إذا كان الأقلية أهل الحق والعمل الصالح وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور بينما في مكان آخر يقول ثم إن كثيرا منهم لفاسقون فالكثر الفاسق لا قيمة لها والقلة التي تنهج منهجا صالحا تصبح ذات قيمة وأهمية النقطة الثانية إذن أن الأقلية ليست منقصة والأكثرية ليست مفخرة وأن وجود الأقلية والأكثرية في المجتمعات هذا أمر طبيعي يوجد في كل بلاد الدنيا وفي كل المجتمعات الحديثة بل قد ذكر تقرير صادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي منظمة أسستها الدول الإسلامية وتحظى برعاية حكومات بلاد المسلمين ولها اجتماعات ولها اهتمامات ولها رئاسة في تقرير أصدرته في نهاية التسعينات حوالي سنة ثمانية وتسعين ميلادية بعنوان التنوع الخلاق تقول فيه إنه يوجد في العالم أكثر من عشرة آلاف أقلية ما بين دينية وقومية وإثنية وغير ذلك أكثر من عشرة آلاف أقلية ثم تقول إن هذا التنوع يغني البشر يثري التجربة الإنسانية عامل مساعد على تطور العلم والحضارة زين إذا كان الأقلية ليست مشكلة فما هو جوهر المشكلة الآن في عالمنا الإسلامي مثلا الشيعة من حيث العدد إذا تم قياسهم إلى عموم المسلمين سوف يكونون أقلية عددية طبعا لو تم قياسهم كمذهب إلى باقي المذاهب يتغير المعادلة مثلا الاثنى عشرية في مقابل الشافعية والحنبلية والأحناف والمالكية لا تتغير المعادلة بشكل كامل لكن لو فرضنا الشيعة الاثنى عشرية بالنسبة إلى عموم أهل السنة أو بالنسبة إلى المسلمين عموما سوف يكون هناك أقلية عددية لكن كما قلنا ليست الأقلية منقصة ولا مشكلة فما هي إذن المشكلة؟ المشكلة ليست في واقع الأقلية وإنما في ثقافة الأقلية أو لنعبر عنها الثقافة الأقلاوية إذا صار عند الإنسان شعور أنه هو من الأقلية وبالتالي حقوقه أقل من غيره مستواه أقل من غيره كفاءته أقل من غيره قيمته أقل من غيره هنا نتبدأ المشكلة فالمشكلة إذن ليست في أن يكون الإنسان من فئة هي قليلة وإنما في الثقافة التي يحملها هذا الإنسان ولنطلق عليها اسم الثقافة الأقلاوية اللي رح يتبين بعض آثارها عن قريب من آثار هذه الثقافة التي نطلق عليها ثقافة الأقلية أو الثقافة الأقلاوية شعور الإنسان المنتمي لهذه الثقافة بهضم الذات قسم من الناس افترض مثلا عندما يكون من شيعة أهل البيت عليهم السلام البعض ممن يحمل الثقافة الأقلاوية يبدأ بهضم ذاته يظلم نفسه شلون يهضم نفسه ويظلم نفسه يشعر مثل هؤلاء أن غيرهم أعلى منهم هذا الفولتاج مال ذاك مثلا 220 والفولتاج مال 110 على سبيل المثال ذاك لازم ياخذ النصيب الأكبر من الحقوق ومن الموارد ومن الكفاءات وهو لو أعطي الفتاة ما يخالف لذلك قد تجد بعض الناس اللي يحملونها الثقافة يجي إلك مكيف ومرتاح يقول الحمد لله أنا المدير مالي جدا ممتاز من أطيب الناس لماذا؟ لأنه ما يمارس التمييز ضدي لأنه إذا صار إلي يترقي أستحقها يرقيني ما يأخرني فهو إنسان ممتاز ومدير متميز وطيب ليس الأمر كذلك هذا يقوم بواجبه ويعمل من الذي هو مطلوب منه عندما لا يميز بين العاملين إلا بالكفاءة فهذا لا يصنع إحساناً ولا يقوم بعمل مستحب ولا يتفضل عليك وعلى غيرك وإنما هو يقوم بوظيفته بالدقة لكن كأن هذا الإنسان المتحدث يصير عنده شعور أنه كأن من الطبيعي أن يصير تمييز ضده كأن من الطبيعي أن ما يعطى حقه فإذا أعطوه حقه صار هذا شيء ممتاز وصار مكرمة وصار عمل استثنائي يقوم به هذا الإنسان وهذا كلام غير صحيح والأدهى من هذا والأنكى في كثير من الأحيان عندما يتأسف بحق إنسان يفصل تعسفاً من عمله بمبررات ظالمة المدير ماله مثلاً يتعسف في حقه فيظلمه قسم من هؤلاء الناس الذين يمتلكون الثقافة الأقلاوية لا يجد في نفسه حماساً للمطالبة بحقه ما يروح طالب ما يروح قاوم ما يشتكي ما يتحرك ما يحتج لماذا تم هذا الفصل التعسفي لي مع أن الأنظمة والقوانين تحمي مثل هذا الإنسان ما يروح وراء هذا ليش هذا يحمل في داخل الشعور أنه لون ظلم هذا شيء طبيعي لون حرم من حق هذا شيء طبيعي هذا معنى أن الإنسان صاحب هذه الثقافة يحمل في داخله هضماً للذات وظلماً للذات وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يظلمون أنفسهم هم نفسهم طيب أغرب من هذا إذا واحد يجي يقول لك مثلاً أنا فصلوني من فلان مكان فصل تعسفي ضمن مبررات ظالمة تقول ليش إذن ما تطالب بحقك في العودة لماذا لا تحتاج لماذا لا تشتكي إلى من هو أكبر لماذا لا تستعين بالقانون يقول أنا الحمد لله زين ما عاقبوني فوق هذا بعد هذا يذكرنا بجوحة كما ينقلون في قصصها هذا جوحة كل شيء يصير ينثوه إلى أساس صحيح هو صاحب القضية الأولاء يقولون جوحة فاديوم من الأيام ذهب إلى السوق لكي يشتري بعض المتاع أغراض إلى البيت فاشترع إلى بمقدار عشرة دنانير أغراض وأشياء صارت كبيرة فاستأجر حمال حتى يأخذها إلى منزله بدرهم تأخذ إلى الأغراض وتشيلها تجيبها ويايا إلى البيت هذا أيضا قبل شال الحمال الأغراض على كتفه جوحة قدامه حتى يدليه على الطريق الحمال أحس أن هذا اللي قدامه عقليته مو كلش راكزة فغاف له وشرد بالمتاع والأغراض واختبه جوحة ماشي هالشكل إلى أن وصل إلى البيت يلتفت خلفه ماكو أحد دوره ما حصل رجع في نفس الطريق ما لقاه اليوم الثاني أنا راح إلى السوق مرة أخرى حتى يأخذ الأغراض مرة أخرى فأني يشتريها إلى البيت يشتري أغراض مرة أخرى فشاف من بعيد الحمال اللي سرق متاعك موجود هناك فبدأ يتخف منه إذا طالع ذاك الحمال هالشكل يختبي وراء الإجدار جي من ذاك الصوب هذا جوحة يختفي فسأله قال له لذاك الحمال اللي سرق متاعك موجود أشو تتخفى عنه وتشرد منه أنت قال حتى لا يطالبني بأجرة الحمالة بعد هذا المثال نحن نضحك على أقلية باسترق اسم من الناس حتى لا يطالبني بأجرة الحمالة يطرد من عمله تعسفا ويحرم من حقوقه ظلما مو بس ما يطالب فيها يحمد ربه ويقبل إيده وجهه قفة كما يقولون لأنه ما عاقبوه حقوبة هذا صار مثل سالفة الحمال طيب هذا الشعور هو شعور قسم من الناس الذين يحملون هذه الثقافة الأقلاوية فيهضمون ذواتهم لا يطالبون بحقوقهم الشخصية فكيف بالحقوق العامة هذا أول أثر من آثار هذه الثقافة الأقلاوية التي نسميها هذا واحد الأثر الآخر أن أصحاب هذه الثقافة أصحاب هذا الفكر واللي غالبا ما يكونون من الأقليات العددية ومن الممكن أن الإنسان الشيعي أيضا يبتلى بمثل هذه الثقافة أن صاحب هذه الثقافة الأقلاوية دائما يشعر بأن الآخرين على اختلاف آرائهم قد تكتلوا ضده وقد تجمعوا في وجهه كل الناس ضده الغرب يراه ضده الشرق ضده باقي المذاهب مشغولين بالمؤامرة عليه ويتصور نفسه وحيد في هذه الدنيا وأن كل البشر من عداه متفقون لمحاربته ومحاربة منهجه ويسوغ إلى فذلك معينة وفلسفة معينة إي نعم إحنا الشيعة من بعد النبي علينا مؤامرة إلى يومنا هذا من ذاك الوقت صار التأسيس لهذه المؤامرة وإلى الآن نعيش فيها ويضيف بعضهم يقول لك لا الآن أيضا هناك بروتوكولات حكماء صف صهيون وأكو حكومة العالم الخفية وأكو دوائر تشتغل بس علشان نحن وضدنا أبدا ليس الأمر كذلك هذا العالم كل فئة مشغولة بأمرها وبقضاياها وبتهيئة مصالحها الفئات الدينية مشغولة بمصلحتها الدينية والفئات الدنيوية مشغولة بمصلحتها الدنيوية وما حد يمك أنت لازم تشتغل من أجل أن تحقق مصلحتك الدينية والدنيوية لتتصور أن هناك شيء ثابت يقول لك لا أمريكا مثلا ضدنا وتشتغل ليلنا ونهار في وجهنا نحن المسلمين مثلا أمريكا ضدنا نحن الشيعة فلان جهة ضدنا ومشغولين بهذا الأمر هذا العالم أيها الإخوة عالم المصالح وأحيانا المصلحة الدنيوية قد تقرب بين المختلفين وتجعلهم متحالفين جيب لك مثال الغرب مسيحي أمريكا مسيحيون صحيح؟ والصرب في صربيا مسيحيون أيضا دخل الأمريكان ومعهم الغربيون حربا عنيفة جدا ضد المسيحيين الصرب وساعدت تلك الحرب على إقامة بلد ودولة للمسلمين هي البوسنة والهرسك الآن بلد مسلم أكثرية مسلمة في حكومته من المسلمين منتخبة في البوسنة والهرسك هذه ما صارت إلا بعد أن دخل الأمريكيون والغربيون المسيحيون معركة وحربا طاحنة مع المسيحيين الصرب دكوا صربيا دكا بالطائرات وتعقبوا جنودهم وهزموهم وكان على أثر ذلك أنه صارت هالبلد المسلم في البوسنة والهرسك ترى الغرب والأمريكان يعني يحبون أن تقوم دولة مسلمة هناك كلا مصلحتهم التقت في هذه النقطة كانوا يريدون أن يحجموا المسيحيين الصرب ويوقفوهم عد حدهم هذا أدى إلى فائدة المسلمين وين الغرب اللي يشتغل ضد الإسلام وهو المؤامرة يصورها بشكل مستمر لا اجتمعت مصلحته هنا فصنع بلدا مسلمة في أفغانستان قبل عشرين سنة اجتمعت مصلحة الأمريكيين مع الفئات الدينية المتعصبة والمتطرفة اللي هي لما اختلفت مصلحتهم فيما بعد بدأت الحرب بينهم هم سلحوهم في البداية أعانوهم في البداية نصروهم في البداية لأن المصلحة كانت هناك مشتركة لما اختلفت المصلحة بدأت الحرب بينهم قسم من هؤلاء الناس عندهم شعور دائم بأنه إحنا الآخرون ضدنا الغرب ضدنا الشرق ضدنا باقي المذاهب الإسلامية ضدنا الأنظمة السياسية في وجهنا الكل يتآمر علينا هذا كلام غير صحيح لا شك أن هناك فئات تعاديك لكن الدنيا ليست هكذا ماكو هناك جهة شغلها بس تتآمر عليك ماكو هناك جهة في هذه الدنيا تدير العالم لا العالم أكبر من أن تديره جهة لذلك تشوف أصحاب الثقافة يدورون على مثل هالكتب حكومة العالم الخفية تتكذاب أكو أن هناك حكومة العالم الخفية هي تتحرك العالم والجيوش والسلام والجنود والدول وتقيم وتقعد أو كتاب آخر أحجار على رقعة الشطرنج أنه العالم والرؤساء والدول مثل أحجار الشطرنج واحد أو جماعة يحركوها أو أن الصهيونية هي التي تدير العالم ليس الأمر كذلك كلاً القرآن يقول كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا هؤلاء أمسكوا بقواعد القوة العلم والتنمية والتقنية تمكنوا في أماكن كثيرة أنت أيضاً إذا أمسكت بقواعد القوة أيضاً تتمكن في منطقتك ومجتمعك وأمتك من آثار هذه الثقافة أيضاً لما الإنسان يشعر أن الآخرين كلهم ضده دائماً يشعر بالخوف من الآخرين والغربة عنهم والابتعاد دائماً في ذهنه الباقين ضده ياباً في المذاهب الإسلامية أكو هناك فئات كثيرة تحب التعارف والتعاون والتواصل تستطيع أن تتفهمك أن تتعرف إليك أن تتواصل معك لا هذا يخلي إليك عنوان كامل الكل ضدنا خلاص لما يقول الكل ضدنا دائماً يشعر بالخوف دائماً يشعر بالتوجس دائماً يشعر بالترقب دائماً هو غير مقبل على أن يتعاطى وأن يتفاعل ولذلك حياته أيضاً ليست حياة مسترخية وإنما حياة ترقب وتوجس وما شابه ذلك هذه بعض الآثار التي تنتجها الثقافة الأقلاوية هناك آثار أخرى لا نريد التعرض إليها كيف يستطيع المجتمع الذي يعاني من كونه أقلية عددية شلون يقدر يخرج من هذه الحالة إلى حالة أكبر شلون يقدر ينطلق تشيع والشيع كما ذكرنا فدأ قلية من حيث العدد هل عندهم طريق يستطيعون من خلاله أن يمارسوا دوراً على مستوى العالم الإسلامي بل العالم كله يتجاوز حجمهم العدد أو ما يقدرون هناك فكرتان نقدمها هنا في هذا الصدد الفكرة الأولى أن يستعين أتباع هذا المنهج بثقافة التشيع التي تستطيع أن تتجاوز الحجم العددي لكي تصل إلى كل العالم معنى هذا الكلام ما هو؟ هناك بعض الأقليات لا ثقافة عندها أو ثقافتها محدودة فلا تستطيع أن تمارس دوراً كبيراً ومهمة مثلاً الدروز دروز في جبل لغنان جماعة عدها فكر باطني غير معروف هذول ما يطلعون فكرهم حتى لأتباعهم فضلاً إلى الدنيا هذا مثل أناس مطعم يسوون غد ما يكفي حتى للعمال مالهم عندهم ثقافة لا يستطيعون إخراجها حتى لأتباعهم فضلاً لعامة الناس وأكو هناك فئة أخرى كالتشيئة أتباع منهج أهل البيت عليهم السلام يرون أن لديهم صفاء الإسلام باعتبار أنهم أخذوا هذا المنهج اللي وضع كحل البشرية في كل الأزمنة أخذوه من فم أئمتهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل كما يقول الشاعر ووالي أناساً قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرايل عن الباري هذه الثقافة هذا الفكر يستطيع أن يقدم للعالم حلولاً يستطيع أن يقدم للبشر منهجاً كاملاً وهو سفرة مفتوحة ومفروضة هلموا أيها الناس هذا هدي الإسلام من فم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يستطيع شيعة أهل البيت عليهم السلام أن يتجاوزوا هذا الحجم القليل من خلال الثقافة التي تستوعب كل البشرية إذن وين المشكلة؟ المشكلة في أمرين واحد لم نعرض ثقافتنا والقسم الذي عرضناه عرضناه في آنية غير جيدة إما سفرة ما مددناها أصلاً وإما عندما مددناها وضعناها في أواني سيئة غير جيدة لا يقبل عليها الناس أما ما أردناها فهو واضح سنجيب لك إحصائية واحدة وانتقل إلى النقطة الثانية وأنهي حديثي بذلك هتلر الزعيم الألماني النازي المعروف رجل قائد ألماني خاض حرب انتهى به الأمر إلى الهزيمة خلى المسدس براسة وانتحى كتب عن هذا الرجل من سنة 1945 ميلادية إلى سنة 2000 يعني 55 سنة كم تتوقع من الكتب؟ كتب عنه جريدة الوفاق تقول كتب عن هذا الرجل 55 ألف ختاب مو 55 ألف نسخة 55 ألف عنوان متوجه يعني لو طبع من كل كتاب عشرة آلاف نسخة يعني غطى العالم 550 مليون نسخة كتاب هذا رجل قائد عسكري انهزم في المعركة ألف عن هذا المقدار أسألك كم كتاب ألف عن سيدنا ومولانا ونبينا محمد الله صلي وسلم على محمد أنا عادة أنبه على هالمسألة عندي شيء من الاعتراض الصلوات لازم تجي صلوات قوية بحجم الحضور وبحجم ولائهم لرسول الله وآل رسول الله كم ألف عن رسول الله صلى الله عليه وآله ألف عنه 55 ألف كتاب ألف عن أمير المؤمنين 55 ألف كتاب ألف عن الحسن 55 ألف كتاب عن الحسين لا عن الإسلام في عقائده عباداته أصوله فقهه أحكامه دساتيره ألف هذا المبلغ طبيعي لا إذا ما صار فإذا نحن لم نمد هذه السفرة ولم ندعو الناس إلى هذا الطعام أول أمر يمكن لهذه الأقليات أن تقوم به هو أنها تستعين بثقافتها وفكرها الذي يتجاوز حدودها وحجمها وتنطلق إلى العالم من خلال الفكر أيها العالم لدينا غذاء روحي يا أيها العالم الذي تعاني من المشاكل الروحية لدينا دستور أخلاقي لدينا دستور لبناء الأسرة والمجتمع لدينا نظام لقيادة الدولة لدينا نظام لحقوق الإنسان هذا أول شيء الثاني أن يتحول الأفراد من العدد الكمي المحدود إلى التفوق النوعي يتحول كل واحد إلى عشرين كل شخص إلى كفاءة وهنا أنا أخاطب إخواني الشباب وأخواتي المؤمنات لتكن لكم همم عالية كما كان أئمتكم وسادتكم أهل الأهل البيت عليهم السلام لا تقنع بالدون أخذت خلصت الجامعة لا تفكر نفسك سويت معجزة باكالوريوس اليوم لا تعتبر شهادة باكالوريوس اليوم لا تعتبر شهادة لازم تفكر من الدكتوراه واطلع لفوق التاجر عندما يفكر لا يفكر بمئات الألوف لازم يفكر بمئات الملايين حتى يصنع لأمته ولمجتمعه مستوى اقتصاديا عاليا المهندس لازم يفكر على مستوى عالي وهكذا إن يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين يعني واحد يساوي عشرين شخص في أدائه وقوته وعلمه ومعرفته تعال قيم نفسك أنت هل تساوي عشرين شخصا؟ إذا كان ليس كذلك لازم تحاول أن تغير ذاتك حتى تصبح بكفاءة عشرين شخص علمك بمقدار عشرين شخص عملك بمقدار عشرين شخص اقتصادك بمقدار عشرين شخص بهكذا تفوقت مجتمعات أنا أنقل لكم إحصائية واحدة وفيها الكفاية في الولايات المتحدة كما ذكرنا هناك تنوعات مختلفة من جملتهم ذو الأصول الصينية ذو الأصول الآسيوية صينيون وما شاءوا كبارهم ورؤساءهم فكروا في بداية الأمر أنه نسبتنا العددية في المجتمع الأمريكي قليلة 2% فقط 2% إذا كنا 2% حقوقنا راح تروح ما عدنا قوة ما عدنا شخصية ما عدنا شيء اللي نقدر نحتمي به ماذا نصنع؟ قالوا لابد أن نتفوق في الجانب العلمي نتفوق في الجانب العلمي فبذلوا جهدهم في هذا المجال دراسات العالية الواحد منهم صار ما يكتفي بأن يتخرج من الجامعة لازم يصعد إلى أن يوصل إلى آخر شيء يستكفر اللي لا يوصل إلى طيب نحن الحمد لله هو واحد إذا حصل الثانوية ونخريج الثانوية هي هذه الثانوية تحتاج إلى هذه الآخر طيب ففكروا في هذا الأمر أنه لابد أن يسعوا في التفوق العلمي ووضعوا خطط في هذا المجال وشجعوا أبنائهم وبذلوا الأموال وغير ذلك اليوم في الولايات المتحدة يذكرونها الإحصائية يقولون 20% من مراكز البحث العلمي وأساتذة الجامعات في التعليم العالي ومراكز البحوث العالية من هذه الفئة كبار الأطباء منهم 20% كبار مراكز البحوث 20% من طاقمها من هذه الفئة الجامعات المدرسون الدكاترة الاستشاريون من هذه الفئة كانوا 2% اتحولوا بالعلم إلى 20% من الطواقم العلمية العالي وبالتالي أصبحوا يستطيعون حماية أنفسهم والمحافظة على حقوقهم لتقول هذا حجي فقط أخلاقي القرآن قال لا طبقه جماعيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 واحد يساوي 20 هذولا كانوا 2% صاروا 20% وهذا مو فقط أولئك عندنا نماذج أرقى وأعلى كما حصل في كربلاء كربلاء اشقد عدد الشهداء من صف الحسين عليه السلام المشهور 73 وهذه الشهرة غير صحيحة والصحيح أنهم بحدود 103 أشخاص بحسب الأسماء الموثة تاريخية 100 شخص ويزيدون قليل على الطرف الآخر شقد كانوا بحسب الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنهم كانوا 30 ألفا 100 شخص في مواجهة 30 ألف شقدية نسبة 1 إلى 300 يقف الواحد منهم في مواجهة 300 في معادلة 300 يساوي 300 شخص وتفوق عليهم أيضا لأن نفس الثبات في مثل هذا الموقع وهذا الموقع هو تفوق واحد من قادة بني أمية لما رجعوا قال له للأصف لنا شلون صار هنا قال ثارت علينا عصابة كالأسود الضارية أيديها على مقابض سيوفها لا ترضى بالدنية ولا الموت فلو غفلنا عن تحطم الفرسان يمينا وشمالا فلو غفلنا عنهم لأباد الأسكر بكامله هل فئة هذه الصغيرة كانت في مواجهة أسكر كامل 30 ألف ذاك عمر بن الحجاج الزبيدي القائد الأموي لما بدأ أصحابه يبرزون إلى أصحاب الحسين وأصحاب الحسين يلحقون أولئك الرجال بالدرك الأسفل من النار قال ويحكم أتدرون من تقاتلون تدرون أنتوا إلما بارزين تقاتلون فرسان المصر وأصحاب البصائر وقوما مستميتين تلف عناصر ذكرها جانب القوة النفسية والمعنوية قوما مستميتين جانب الوعي والبصيرة والمعرفة أصحاب البصائر وجانب الأداء والقوة فرسان المصر لا تطلعوا إنهم هذول يفنوكم عن آخركم كانت هذه التجربة واحد في مقابل ثلاثمائة شخص وكان في طليعة كل هؤلاء سيدهم ومولاهم أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه إذا كان يقف واحد يقول فما رأيت مكثورا قط مكثور واحد في النص والمعسكر كل دائرة عليه فما رأيت مكثورا أربط منه جئشا ولا أمضى منه جنان واحد في مقابل ثلاثين ألف بكمال وثلاثمائة خرج الحسين سلام الله عليه من مدينة جده إلى مكة المكرمة وصلها في أوائل شعبان وبقي هذه الأشهر إلى يوم الثامن من شهر ذي الحجة بعد أن سمع أن عمر بن سعيد الأشدى قد وجه إليه مفرزة عسكرية لاغتياله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة البيت ما إلى حرم عند هؤلاء مثل ما هذول التفجيريين والتكفيريين في هذا الزمان ما عندهم حرمة إلى مسجد ولا بيت ولا غير ذلك وهذا اللي جر بعض الحفالات البشرية لكي يتعدوا على شخصية قدس رسول الله صلى الله عليه وآله لما شافوا المسلمين ما يحترمون المسجد أو بعض المسلمين لا يحترمون المسجد ولا بيت الله ولا مصليه اتجرأوا حتى على قدس رسول الله صلى الله عليه هكذا أنه سينتهت حرمة الحرام إذا بقي هو مظلوم وهو ابن رسول الله بس قال أنا أطلع بر الكعبة وبر الحرام المكة حتى لا يصير انتهار لقداسة البيت الحرام ولقداسة الحرام لذلك أزم على الخروج من مكة المكرمة شاع خبر خروج الحسين بين الناس فغلبت حالة من الكآب والأسى والحزن على كل من سمع عجيب الحسين يخرج في هذه الصحراء لا يدري لم يدري أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم يسمع الخبر محمد بن الحنفية فيبكي بكاء عالية حتى تساقط الدموع وسط الإناء الذي كان يتوضع فيه يسمع ابن عباس يجي إلى الحسين أبا عبد الله ذاهب أنت إلى العراق قال بلى قال ذاهب وأنت تعلم من الذي فعلوا بأبيك وبأخيك الحسن قال بلى أنا ماضي لأمر أمرني به ربي وجدي رسول الله صلى الله عليه وعلي أنا وراي مسؤولية قال شاء الله أن يراني قتيلا قال إن تذهب تروح تقتل في سبيل الله ما حملك هذه النسوة عندك نساء عندك حرم عندك أطفال لماذا تخرج معهم قال شاء الله أن يراهن سبايا بدأ ابن عباس حاول أن يفني الحسين عن رأي يخليهم هنا ناخذهم من مكة إلى المدينة لتخرجهم معاك زينب من وراء الباب تسمع فصاحت بأعلى صوتها يا ابن عباس ما لك ولنا دعنا مع الحسين نحيا بحياته ونموت بمماته لا نريد أحدا غيره ولحد يشور على والينا يخلينا ويشي ما أمطيق أفراق أخوني ولا نحب غيره كفي كان خايف يدبحوني وننسى بي سبيل عبيد روحنا من روح أخوني وعن قضى الله ما نحيد وبصدر أنكسرت العب روحة شتوي الشهيد صاح يختمت الوديعة من علي حام الدخيل والإفراقي يصير يا زينب بوادي كربلة جثتي تبقى يا زيني يا يهب من دمى مغسله وانت يختي عقب عيني فاق ناقم هزله ما يجي وياجغير ابن علي ذاك العلي إذن زينب عزمت على الرحيلة الآن تودى عبد الله ابن جعفر زوجه اللي يجي يودع الحسين عليه السلام وإحنا أيضا ويا عبد الله ابن جعفر نودع الحسين في أمان الله يشعر أمامة الهاد ومهجته تروح وانت الحج الأكبر والمقام وكعبة وان حجك ولمناسيك وان هديك وان نحا وين زمزموا الصفا وين المشاعر والحجة طالعوا وتترك الكعبة ما تقلش هالعذو راد يتكلم أبو سكنه وهل الدمات والسناعيدي وحجي تعين بأرض الطفو أرض ضحي بهالصنادي دي الذي حولي وقو هذا جسم مقطعين يهدأك مقطوع الجفو هذا ما يحضى بساعة بين عرس وذبحة لا تشوف شلون هروي من ينا ديني شبا أبتدي بالتلبية والنوح ما بين الأطنة نوح صوب المجرعة وانظر قمر عدنا نغى نغى وسط المعركة أهل الولد أرفع جثة نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرمية إلى أرواح يا مواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين ندي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات تسبقها الصلاوات تسبقها الصلاوات